قرية حياة كريمة في الفيوم بيتم فيها تنفيذ مشروعات لشبكات الصرف الصحي ووصلت معدلات التنفيذ لحد دلوقتي بنتكلم في 95% في حوالي 16 قرية في مركز إطسا ومركز يوسف الصديق دلوقتي أيضا بيتم تكثيف الأعمال في المشروعات دي علشان تبدأ تدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن وعشان تلبي احتياجات الموطنين داخل هذه القرى تعالوا وشوفوا التقرير بنسبة تجاوزت 95% تشهد محافظة الفيوم تنفيذ أعمال مشروع مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بمركزي أطسا ويوسف الصديق ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتلبية احتياجات الموطنين داخل تلك القرى ووسط أعمال مكثفة تقوم بها شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف تم الانتهاء من شبكات الصرف الصحي في 16 قرية من أصل 17 قرية بالمركزين وتبلغ الأطوال الكلية للشبكات بالمشروع 72 كم بمركز أطسا و35 كم بمركز يوسف الصديق وبعد أن تم الانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحي يتم الآن الفحص والمعاينة تمهيداً للاستلام الابتدائي لشبكات الصرف الصحي وتمهيداً لدخولها للخدمة وتحقيق استفادة حقيقية للمواطنين من مشروعات الصرف الصحي المنفذة ويتم تنفيذ تلك المشروعات بناء على خطة محكمة من أجل تحقيق ارتفاع نسب التغطية بالصرف الصحي على مستوى محافظة الفيوم وذلك في ضوء تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة طيب شكل هذه الشبكات قبل التطوير قبل لما يخش مشروع حياة كريمة كان عامل إزاي خلينا نتعرف على تفاصيل هذا الأمر من المهندس محمد النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم صباح الخير باش مهندس صباح الخير على حضرتك يعني بدأتكلم في نسبة كبيرة من أعمال التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي بلغت يعني حوالي 95% كلمنا عن أبرز الأعمال اللي اندرجت تحت هذه النسبة الكبيرة وزي ما كان مصطفى بيقول إحنا في الأول أصلا عايزين نعرف الشكل كان عامل إزاي وبعد كده يعني النهاردة بعد هذه الأعمال بقى شكلها عامل إزاي هو الحقيقة إحنا حاليا بالنسبة للصرف الصحي في مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى إحنا شغالين في مركزين مركز إدسا ويوسف الصديق إحنا اشتغلنا في 17 قرية بالفعل 16 قرية انتهوا تماما وفي قرية نسبة تنفيذ فيها وصلت لحوالي 80% اللي هي قرية النازلة في مركز يوسف الصديق نتيجة الشبكات فعلا فيها كبيرة جدا وطبيعة كبرافية كبيرة اللي حصل إحنا كان الأول الصرف الصحي كان موجود في القرى دي في المناطق الأديمة بس الكتلة الأديمة في القرية حصل طبعا زي ما حدثكم عارفين امتدادات كبيرة خلال السنين اللي فاتت أصبحت فيه مناطق التماسي ليمكن الكتلة الأديمة وأكتر منها موجودة حاليا في القرية ما كانتش مخدومة بالصرف الصحي كان بتحصل طبعا كمية مشاكل كبيرة بيحصل فيه صرف سلبي صرف خام على بعض المصارف وبعض الترع كان فيه تلوث للبيئة كان فيه مشاكل كتيرة عند الأهالي من الخزانات اللي موجودة عندهم حصل طبعا حاليا دلوقتي لما رخلنا الصرف الصحي كاملا القرية بالكامل كل البيوت اللي فيها كمية الكتلة العمرانية الموجودة داخل القرية أصبحت مخدومة بالصرف الصحي وتم توصيلها على الشبكات الرئيسية وبالتالي تعتبر القرية تماما الظروف الصحية والبيئية فيها اتغيرت بنسبة 100% ده بيأثر على نسبة دخول المستشفيات في الفيوم بيأثر على ملامح الحياة في المحافظة بيأثر على أيضا قصة الرأي والصرف الصحي وباقي الأشياء يعني أنا بدون الدخول في التفاصيل الحكومية الخبر واضح يا باش مهندس ولكن كلمي عن ملامح هذا الأمر من كل الزوايا هو بالثالثة يا سياتك ما أشرت التأثير المباشر والغير مباشر من خدمة الصرف الصح فعلا الزيادة فعلا في الأمان بالنسبة للناس الموجودة هناك لأن فعلا لما تكون البلد الصرف الصحي فيها موجود تماما طبعا نسبة الإصابة والأقراء اللي هي نتيجة التلوث بتقل تماما تثبت الحياة فعلا جودة الحياة بترتفع فعلا في القرية بشكل كبير الناس هناك فعلا بتحس في المعيشة أنا فعلا قاعد في مكان فيه المية موجودة بشكل سليم وكويس الصرف الصحي موجود بشكل آمن وكويس طبعا جودة الحياة تختلف تماما لا يعني اللي زار هذه القرى من قبل عارف أن يمكن الشكوى الرئيسية كانت للمواطنين هذه القرى الصرف الصحي يعني كانت مشكلة فعلا كبيرة جدا وكان المواطنين بتكلموا عنها وبيشتكوا منها فالنهار ده احنا بنتكلم على إنجاز كبير جدا ومهم جدا جدا عشان النهار ده في الأول في الآخر احنا بنوفر فعلا حياة تليق بالمواطن المصري وده المعنى للحكومة أو للدولة المصرية عايزة توصله حياة كريمة لكل المواطنين بالزبط على أي حال شكرا للمهندس محمد النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم ونتمنى لكل بقى المحافظة أنها تكون خرجت من هذا الأمر بأفضل شكل ممكن